باب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سم منها من غير أمل تصعب باب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سم منها من غير أمل تصعب والقلب والسماء إلا إيمان بالله أقصد كرمت الآن واللي بقربت سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي امي سي أسأل الله عز وجل أن تكونوا على خير وعلى نعمة وعلى طاعة وأن يكشف الله عنا وعن بلادنا الداء والبلاء والوباء والغلاء والغباء إنه قريب مجيب الدعاء اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي كاشف الغمة وباعث الهمة ومنقذ الأمة سيدي رسول رب العالمين وعلى آله وصحبي وسلم صلاة تكشف بها أمراضنا وتحفظ بها بلادنا وتخفر بها ذروبنا وتحفظ بها جيشنا وشرطتنا وولي أمرنا وأولادنا وترحم اللهم آباءنا وأمهاتنا اللهم أمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد كنت أتحدث عن قيمة الصبر والحقيقة وردت إلي أسئلة بهذا الخصوص من بعض السادة الذين استمعوا إلى هذه المحاضرة وشاءت إرادة الله عز وجل أن يفتح الموضوع عندهم أبوابا مغلقة قبل أن أتكلم عن قيمة الصبر الصبر عبادة من عظم العبادات التي وردت في القرآن والسنة حتى إن الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله يقول لقد أورد القرآن الصبر في أكثر من تسعين موضعا لعظيم منزلته عند الله عز وجل الصبر دايدن الصالحين الصبر علامة التسليم الصبر رضى بما قسمه الله عز وجل بعد بزل الوسع والطاقة يعني متى يكون الصبر يكون الصبر يكون الصبر بعد بزل الجهد بعد بزل المجهود بعد فعل الأسباب بعد أن تعمل ما عليك بعد أن تؤدي أو أدي الواجب الذي أنيط بك إذا لم تفعل ذلك فهذا صبر يعني يعني لو كان هناك إنسان مريض ولا يذهب للعلاج لا يسمى صابرا إنما يسمى مهملا لو كان هناك إنسان مظلوم ولا يسعى لفك الظلم عن نفسه ويقول أنا صابر لا يسمى أبدا من الصابرين ولا يحصل على هذه المنزلة اطلق إنما يسمى خنوع استسلام تسليم ضعف هوان زل لا قيمة لا ما يبقىش صبر لو كان إنسان لا يسعى لتطوير نفسه بالمذاكرة أو بالإنتاج أو بخلافه ويقول أنا صبر على الفقر لا أنت مهمل هذه رعونة هذا ليس بصبر إذن متى يكون الصبر؟ الصبر يكون بعد استنفاذ الأسباب أرجو أن تنتبهوا لهذا المعنى حتى لا يساء استخدام الصبر في غير موضعي متى يكون الصبر؟ بعد استنفاذ الأسباب هذه حقيقة الصبر؟ أما عدم بذل الأسباب فهذا تواكل وهذا لا علاقة له بالصبر؟ هذا لا علاقة له بالصبر؟ لا من قريب ولا من بعيد طيب عظم منزلة الصبر عند الله هي الحقيقة في مقام اسمه مقام المعية احفظوا كده أنا سمحتو ايه مقام المعية ده؟ مقام المعية يعني إنك تقول إن الله معنا ده مقام المعية تحب ربنا يكون معاك ولا ما تحبش ربنا يكون معاك ده سؤال أذكر مولانا الشيخ حسن مشد الله يرحمه كان الشيخ بتاعي في الكتاب فكي احنا أولاد صغيرين دايما كده يدربنا الصبح كده قبل ما يبدأ التسميع والحفظه كان يقول من وجد الله نقول له احنا إيبا أولاد فماذا فقد يقول ومن فقد الله فماذا وجد لازمة كده كانت عنده من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد كلام له وزنه وكلام له معناه الحقيقي لذلك انتبه هداك الله إلى أنك إذا حققت معي أنت حققت كل شيء أنت حققت كل نتيجة ما تشلش هم حاجة تاني عارف يعني إيه معي الأول مين معين مينة مربوطة عارف يعني إيه يعني المقام اللي خده موسى عليه السلام لما بيقول لبني إسرائيل قال كلا إن معي ربي ساهدين ربنا معي ساهدين خايف من إيه الآن من إيه إذا كان ربنا معاك معلش يا يا حضرة المشاهد إذا كان ربنا معاك إيه اللي يقلقك المقام ده اللي تناصر به الأنبياء ده بس عشان قال إن معي ربي ساهدين ربنا حوله البحر الأرض والأرض البحر أهلك كل أعداؤه ومو سواقف بتفرج ولا مدي إيده في حاجة علشان إيه عشان خد مقام إن معي ربي ساهدين متخيل طب تعالى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء لقينا برضو حريص على هذا المقام وبيقول ربنا بيقول في القرآن كده إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أسنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا شوف الكلمة إن الله معنا بس إن الله معنا ثلاث كلمات إن الله معنا حصل إيه بقى يا حضرت عشان الثلاث كلمات دول اتقالوا بيقين عدة عندك بقى واحد فأنزل الله سكينته عليه اتنين وأيّده بجنود لم تروا ثلاثة وجعل كلمة الذين كفروا السفلة أربعة وكلمة الذين كفروا وكلمة الله العليا والله عزيز الحكيم عشان قال إن الله معنا حق المعي إنك تقول إن الله معنا دي أعلى حاجة بص ده أغ أعظم حلم أعظم حلم يحلم الإنسان إن ربنا يكون معاك وإذا العناية لحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمانه لحد حيقدر يقرب لك ولحد حيقدر يمسك ولحد حيقدر يديئك ولحد حيقدر يمكر بيك ولحد حيقدر يكيدك أبدا بأي حلم الأحوال علشان إيه علشان حققت مقام المعية طيب أحقق مقام المعية ده إزاي أو صاله إزاي بالصبر تاهي تلتقناه بالصبر أصبر يكون عندك جلد أصبر قدرة التحمل أصبر أول ما تصبر هيحصل لك مقام المعية لو نجحت في امتحان بتاع الصبر طيب إزاي ينجح في امتحان الصبر عشان يدخل مقام المعية ده وإيه الدليل على إن صبر بيوصل للمعية آية واحدة في القرآن إن الله مع آه حلو قوي مع مين مع الصابرين إن الله مع الصابرين طبعاً في مصر عندنا بنكمل الآية بمعرفتنا يقول لك إذا صبروا ما فيش ما فيش في الآية إذا صبروا دي إذا صبروا دي دي هدية مننا إحنا دي كمالة عارف زي بتاع الكشري كمالة دي كمالة مننا إنما ما فيش عندنا حاجة ما فيش في الآية إن الله مع الصابرين إذا صبروا إن الله مع الصابرين يقول ابن مسعود كفى الصابرين فخراً أن الله معهم يرأيكم في فاصل ثم نواصل ابقوا معهم أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم واضح تماماً إن أنتم لازم تاخدوا بالكم النفسي كل يمدي بالذات علشان الأعاصير الترابية والهواء اللافح وخلافه وكلنا تأثرنا ما فيش كلام علشان كده أنا بعتذر النهار ده بس عن درس المسجد الحصري لأنه مش هينفع الحياة اللي حيبقى فيه ما شق عليكم وما شق علي الواحد يعني إحنا ملصامين بعض زي بيقولوا كده خوفاً من انتكاسات برد وتأثير هوا إحنا في غنى عنها وربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إن شاء الله في الأيام المقبلات متسع إن شاء الله نعود ما فاتنا بمشيئة الله وحده فبعتذر عن درس النهار ده علشان حضراتكم ما تتكبدوش عناء المشقة لأنه الحقيقة في الدرس الحسري أنا لاحظت حسب ما الناس عرفوني بنفسهم كتير الناس بيتيجي من كافة المحافظات ومن كافة أنحاء الجمهورية الله يكرمهم ويجزهم خير والله بيبقى الواحد يعني مدرك تماماً إنه هؤلاء الناس يعني طلاب علمي حقيقةً ويرغبون في التقرب إلى الله عز وجل بعلم النافع بفضل الله وبالمناسبة الحمد لله صدى الحلقة بتاعة الشيخ الشعراء واللي احنا مخصصنا كل يوم ثلاث جيد للغاية الناس متعطشة فعلاً لمعرفة تفسير ونفحات وخواطر مولانا الإمام بإعادة طرح وإعادة شرح وربنا يعننا ويتقبل ويأويكم ويجعلها أيام طيبة مباركة علينا وعليكم يا رب كنا نتكلم في إيه في الصبر وجمال الصبر طبعاً أعداء البلاد ما ورهمش شغلانة غير التشكيك في الدين لأن هم أعداء دين مش أعداء بلاد بس فلما بتتكلم عن الصبر يقول لك بصوا آه بتتكلم عن الصبر بيحضروا الناس للجوع بيجهزوا الناس للفقر لا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى جعل كيدكم في نحوركم بفضل الله عز وجل والبلد مرت بالأزمة على أتم ما تكون بخير وعافية والحمد لله والأمور في طريقها في طريقها إلى الاستقرار بفضل الله عز وجل ولم تعود هناك مشكلة في أي وجه من أوجه التعامل لا الاقتصادي ولا الغذاء ولا أي شيء بفضل الله عز وجل والحمد لله فوت الله عليكم مكركم والبلاد كلها في العالم عندها أزمات طاحنة بفضل الله إلا بلادنا بفضل الله في مشاكل آه لكن ما فيش أزمات في صعوبات آه إنما ما فيش مصائب في تحديات آه إنما ما فيش كوارث ربنا يكفينا شر المصائب وشر الكوارث وشر الأزمات إنما في مصاعب طبعا ما فيش أي مشكلة ما شوفوا بصوا بقى في آية في القرآن الكريم الناس فكرة إنه الحياة بتأثير على وتيرة وحدة من العطاء ربنا بيقول في القرآن ولنبلو أنكم بشيء ده مين اللي بيوعد ربنا مش أنا خد بالك ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إيه الوعود الأربعة اللي ربنا أخبرنا بها هنا في الآية خوف جوع نقص من الأموال الأنفس الثمرات الأربعة هو خدت بالك إنت من كلمة ونقص من الأموال دي أنا عاوزك تاخد بالك الكلمة لازم تقف تتزوق اللفظ القرآني بالله عليك عاوزك تتزوق اللفظ القرآني بقول لك ونقص من الأموال يعني قرآن قرآن ده نازل من إمتى من ألف وربعمائة سنة هو قديم لأنه صفة كلام الله عز وجل ليس له بداية لكن عاوز أقول نزل من ألف وربعمائة سنة طيب لما نزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان القرآن بيتنبأ بحدوث نقص مالي حيحدث لمجتمعات أو لأفراد ونقص من الأموال والأنفس والثمرات طيب لأن هذه طبيعة الحياة لا تصير على وطيرة وحدة أبدا دوام الحال يعني ربنا ما بيسبتش حاجة أنا بس عاوزك تاخد بالك دي قالون السبوت لا يليق إلا لله الله هو الذي لا يتغير سبحان من يغير ولا يتغير كانوا بيعلمونه زمان كده سبحان من يحول ولا يتحول شوف إزاي فالنولى سبحانه وتعالى يغير ولا يتغير سئل الإمام علي ما الذي كان يفعله الله وما الذي يفعله الآن قال أمور يبديها ولا يبتديها كلام عالي أوي كلام عالي أوي أمور يبديها يبديها يعني ايه يظهرها ولا يبتديها يعني مش بيبتديها هي أمور أزلية عنده عز وجل كل أمور محسومة خد بالك بس الأمور كلها محسومة لا رد لقضائه ولا معقبة لأمره فلما يقول ولا نبلو ونكم يبقى نازل دقف عنده كلمة نبلو ونكم إيه اللي ابتلاقها الامتحان الامتحان يعني ايه يعني اختبار اختبار يعني ايه يعني تمحيص تمحيص يعني ايه يعني فتنة فتنة يعني ايه يعني مشقة يعني صعوبة يعني دائقة يعني حرج ربنا أرد كده ولا نبلو ونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والأنفس والسمراء طبعا الكلام ده ما يعجبش إعداء الدين لا لك ده ده خنوع وده لا أنا قلت لكم إمتى الصبر يكون خنوع لو انت ما عملتش اللي عليك لو مظلوم وما ساعدش لرد الظلم لو جعان وما ساعدش للحصول على رغيفك لو لو انت عيان وما ساعدش للعلاج يبقى الكلام ده كله الآية هنا ما تخدمكش خلص الآية بتكلم عن الناس اللي عملت اللي عليها فحصل له ابتلاء الابتلاء ده اللي جاي منه كلمة البلوة والابتلاء اختبار ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الاختبار بالعطاء وبيجعل الاختبار بالمنع ولا نبلوانكم بشيء من الخوف الاختبار في سورة الفجر يقول لك ايه فأمل انسان اذا ما بتلاه ربك فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرم عارف معناها ولا اقول لك معناها اذا ما بتلاه اذا ما بتلاه يعني ايه يعني اذا اختبره فاما الانسان اذا اختبره ربه بس فاكرمه ونعمه النعيم واحد ابن نعيم فيقول ربي اكرم واما اذا ما بتلاه يعني اختبره اختبره بطريقة تانية فقدر عليه رزقه ديقه عليه فيقول ربي اهانا يعني ربنا بيعقبني لا يا ابن العطاء مش لازم يكون علامة رضا والمنع مش لازم يكون علامة غضب اوعى اتحط العطاء علامة رضا مش بالضرورة مش بالضرورة ممكن في بعض الاحوال انما مش بالضرورة يعني بتلقى انسان يزني ويذكر ويلعب ميسر وعنده خيرات الدنيا واموال الدنيا والعملية بحبحة على البحر وعايشين في رغب وطيارات خاصة ومعرفش ايه احنا بنشوف بنشوف حاجة دفا دولة عربية فتحوا فندق فجابوا والله لسه قال الخبر المبارح ولا اول مش عارف جابوا مطربة اسمها بينسي مغنية امريكية اولا خدت كاما راجلة محترم اربعة وعشرين مليون دولار انت بسدق اول الله ده الكلام اتنشر من مصادر على الاخبار اربعة وعشرين مليون دولار يعني قد ايه حوالي كده بالمصري ستمائة مليون جنيه يعني ما يقرب من مليار ايه نبدأ ان يفهموا ازاي اهل الله يفهموه اللي مش متعلق بالله ما يفهمش اللي مش متعلق بالله هيصدم انما اهل الله بيتعجبوا ويتحكوا بس بنتحك لانه هو ده ربنا بيستفزك بي ربنا سبحانه وتعالى بيوريك قيمة الدنيا يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب مطربة في حفلة تاخد ستمائة مليون جنيه ده يعني شيء لا يتخيله عقل انسان عادي انما هي دي الدنيا يقول ابن عطاء الله او الحسن البصري لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناحة بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء شربة ماء سيدنا عمر رضي الله عنه دخل على سيدك سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صلي وسلم وارك عليه وجدوا متكئ على حصير وقد اثر في جنبه اثر في جنبه حياة صعبة حصير فبكى قال له ما يبكيك يا ابن الخطاب قال له يا رسول الله انتهى هنا وقد اثر هذا في جنبك وقيسر وكسرة يتمتعون بالجنات والانهار كلام بهم عادين ده على فساد وده على ضلال وده على كفر وده على شرك وده عادين في الجنات والانهار والاموال والجوار والقصور والزهب وقال له اسمت يا ابن الخطاب ان هؤلاء قوم قد عجلت لهم طيباتهم في الدنيا قانون العطاء في الدنيا قانون غير مفهوم لينا لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورة صدق الله العظيم نسأل الله عز وجل ان يلهمنا الصبر انه على كل شيء قدير نكمل بعد الفاصل ابقوا معنا بما شاءت الله انا عاوز افكركم بمعاد مهمة جدا معاد مهم المسابقة العالمية القرآن الكريم اللي بتقيمها وزارة الاوقاف تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظاه الله المسابقة اللي هتستمر في الايام من 4-8 فبراير 4-5-6-7-8 المسابقة الحقيقة مهمة جدا لبيان هوية هذا البلد الله يرضى عنه رئيس الدولة رفع الجايزة الجوائز رفع الجوائز وصلها لتنين مليون جنيه اه اتنين مليون جنيه جوائز مسابقة القرآن الكريم بكل مستويات الشروط وال والضوابط موجودة في موقع الوزارة لكن عاوز اقول لكم انه ده دليل لا يقبل الشك انه رئيس الدولة يوقر كتاب الله وحملت كتاب الله وحفظت كتاب الله فله كل التحية والدعاء وجزاه الله والف خير اكرم الله من اكرم اهل القرآن جيش بقى واحد يقول لك اصلي الاسلام يحارب الدين معرفش بيحصل له ايه اصلي فيه لا واضح تماما ان فيه توقير واحترام وتشجيع وتحفيز لحفظة القرآن ولفاهم القرآن ولمرتل القرآن ولمفسر القرآن يلا جد عنه ربنا سبحانه وتعالى يتقبل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نرجع مرجوعنا اللي عاوز اقول لك عليه ان ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال ولا نبلوانكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين كلمة بشر دي الحقيقة جات غريبة جدا لان البشارة تكون فيما تحبه النفوس انا ببشرك بجائزة ببشرك بمال ببشرك بجوازة بترقية بسفرية بعلاوة انما بشرك بنصيبة عاوز ده كلام غريب جدا لان الصبر يكون فيما تكرهه النفس والبشارة تكون فيما تحبه النفس فالقرآن عمل توليفة غريبة جدا من البشارة والصبر ورح قيل وبشر الصابرين شيء عجيب ليه قالك لانه لو يعلم الصابرون ما اعده الله لهم من الاجر لهنأهم الناس عليه تحفى هنأهم الناس يبقى بشارة فيه اجر جاي المهم بعدها قال وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم ايه مصيبة يا حاجة تاني كلمة مصيبة دي في سناياها الرحمة وفي داخلها اللطف ليه لان كلمة مصيبة معناها مصوب ومصوب إليه مصيبة يعني مصوب مصوب يعني ايه يعني واحد بي نشن مين اللي بي نشن مين اللي بي نصوب الله هل يخطئ الله الاصابة لا فاعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك وان ما اخطأك لم يكن ليصيبك عشان كده قال قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ايه رأيكم نكتفي بهذا القدر ونتهل الى الله ان يكشف عنا كل امر عسير وان يوسر لنا وسائل الحياة برحمته انه غفور كريم رحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة